قالت صحيفة لوكوال فرنسية قالت إن باريس منزعجة من محاولات جهات سياسية عراقية من خارج محافظة نينيوال لابتزاز الشركات الفرنسية العاملة في مدينة الموصل وذكرت الصحيفة أن مثنى السام الرائي النائب السني عن محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع عديله هاشم عزاوي المدير العام للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة يحاولان الاستحواذ على نحو أربعة آلاف دونم تمتلكها الشركة في نينوى ووفقا لمصادر دبلوماسية فرنسية تمكنت الصحيفة من التواصل معها فإن بعثة باريس في بغداد ممتعدة من عدم تحرك الحكومة العراقية إزاء تحرك السام الرائي وحذرت البعثة وفقا للصحيفة بغداد من ضياع فرصة توفير فرص عمل تقارب المائة ألف وظيفة لأهالي نينوى في حال استمرار عمليات الابتزاز وأوردت الصحيفة اسم النائب أحمد الجبوري أبو مازن في نهاية تحقيقها باعتباره حلقة الربط بين تنظيمات مسلحة إقليمية اختارت أن تكون واجهة أعمالها عربية سنية يمثلها السام الرائي للضغط على الفرنسيين